في بحثك عن الحقيقة كل محطة بحكاية الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك فتبحث عن النور في زمن الظلمة فتتلو آيات من سورة الجمعة فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين بضع سنوات وتنعى بضع سنوات ثم تنسى وما كان لله يبقى لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر دخل لص على مالك بن دينار فما وجد ما يأخذ فنداه الإمام مالك لم تجد شيئا من الدنيا أفترغب في شيء من الآخرة قال نعم قال توضأ وصل ركعتين ففعل ثم جالس وخرج إلى المسجد فسئل من ذا قال جاء ليسرق فسرقناه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا كرام الأمانة إذا تحدث عن أمانة الكريمة فهي أمانة مسئولية أمام الله سبحانه وتعالى كذلك هناك أنواع عديدة من الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل سبحان الله هي أمانة وتسعنها يوم القيامة أمانة أولادك الآن أمانة أطفالك أمانة الناس الموجودين عندك كناك يا كرام فرق ما بين الرعاية إذا أنت بتجملهم أكل وشرب وما بين التربية فأنت تربيتك أمانة وستشعر إذا أنت علم طفلك مثلا سورة الفاتحة وعمره خمس سنوات عسبي المثال كل عمره إذا عاش هذا الطفل سبعين سنة أو ثمانين سنة وعلمها إلى أطفاله وعلمها إلى أحفاده كل هذا العمر الميزان في رصيدك الميزان في حسناتك إذا أمانة التربية نعم هي أمانة لأجل ذلك يا كرام تستطيع بأنه أنت تكون نموذج لقدوة حسنة ونموذج لقدوة سيئة إذا ابنك الآن اللي الله عطاك إياه أمانة بدك أنت تحافظ عليه إذا الله عطاك إياه أمانة هذا الإبن هذا الطفل ماشي طيب إذا أنت منعت من الدخان مثلا بس شافك أنت اللي تشرب الدخان إذا وين طلعت القدوة؟ موقف وحيد موقفك أنت أمامه بهذا الشكل بعطي شعور سلبي ومش بس يحكي لو أبوي لأنا شايف فيه العظمة وشايف فيه أنا إنه إنسان فهمان وإنسان مفكر وإنسان رائع وإنسان بيحبني طيب ما هو يدخن طيب شو أحكي أنا عن نفسي إذن إلي قدوة في والدي كلمتك لابنك للصلاة على سبيل المثال صلي 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 أو أنك تقومه إلى الصلاة ماشي أنت بتقومه على الصلاة وتكسب الأجر على ذلك طيب إذا كنت أنت شخصيا لا تصلي يلا إذا كنت أنت لا تصلي طيب لما يشوفك أنت نايم أصلا عن الصلاة طيب هل تتوقع بأن القدوة السيئة ستؤثر فيه أم القدوة الحسنة؟ يا جماعة الخير إحنا الآن يعني أولادنا أمانة بين إيدينا نقطة ثانية لما تحكينه عن العدل ولازم أنك تعدل وتكون إنسان رائع بالعدل ويشوفك أنت بتميز ما بين الأخوة مثلا بتميزه أو بتميز أخوه عن الأخ أجل ذلك بالإسلام الأعطية بدك تساوي بين الذكور والإناث إذا أنت فكرت تعطي واحد من أولادك مئة ألف أو قطعة أرض معينة وجب عليك العدل بين الأولاد والبنات أما إذا مت فلتذكر مثل حظ الأنثيين أما في الحياة الطبيعية أنت مطلوب منك في الحياة بأن تعدل بين الأثنين بين الأخ والأخت تعدل بينهم جميعاً هذه النقطة الأولى نقطة الثانية إذا أنت الآن عدلت بينهم إذا أنت تعلمهم وهذه أيضاً أمانة عندما يسترعيك الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة الآن مطلوب منك بأنك أن تؤكلهم من من عملك وكسبك الطيب على أهد النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي يا جماعة على أهد النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود بعد صلاة الفجر مع مجموعاً من أصحابه بعلمهم وفقهم أمور دينهم ثم رأوا رجل ذاهب إلى عمله عادي ماشي بالطريق فقال أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت إن كان ذلك في سبيل الله يعني لو كان هذا الشخص معنا هنا في حلقات التعليم وحلقات الذكر لو كان في سبيل المش أفضل ما إنه يروح على عمل مثلاً ويحتطب على سبيل المثال فالنبي عليه الصلاة والسلام المعلم الأول والقدوة لهذه الأمة المباركة المرحومة الميمونة قال إن كان خرج وركز معي على فهم النبي عليه الصلاة والسلام لطبيعة هذه الحياة قال عليه الصلاة والسلام إن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله يعني في سبيل الله مش بس أنك أنت تكون قاعد في مكان وتعلم كلام الدين والإيمان لا طيب إذا عنده أبوين بصرف عليهم فهو في سبيل الله يعني له حسنات يعني من أول ما يطلع من بيته لما يرجع لما يرتاح بمخذ أجر كأنه قاعد بصلي طيب وإن كان خرج على ولدين إذا عنده زوجة إذا عنده أولاد بده الآن يروح يشتغل بالحلال عشان يجيب المصاري لأولاده فهو في سبيل الله يا الله طيب خذ البعض كمان وإن خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله شو رأيك؟ إذا أنت شخصيا رايح من الصبح إلى شغلك شغلك الشخصي بدك تعف نفسك عن الحرم بدك تعف نفسك عن السرقة بدك تعف نفسك عن السرقة بدك تعف نفسك بدك تشتغل الآن بدك تتزوج بدك تنجز في حياتك فهو في سبيل الله يا الله لهذه الدرجة نعم لهذه الدرجة عشان هيك لما تحط في بالك أنك أنت في سبيل الله الآن طبيعي لما تشوف مال أمامك ما بتسرقه بتقول الله أكبر أنا الآن الله بعطيني حسنات نيتي صافية نيتي سليمة واروح أسرق واروح أكذب واروح أغش أو أعطي موعد وأخلف فيه مشكلة مشكلة إذن أمانة الكلمة أمانة المسؤولية أمانة الموقف أمانة التربية تربية أبنائك وأولادك أمانة المال الذي أنت مسؤول ومحاسب عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه هذه أمانات يا كرام كذلك من الأمانات زوجتك الآن أمانة بين عندك رب العمين أعطاك إياها أمانة كذلك والديك أمانة الآن يا جماعة الخير إذا فكرنا عن مستوى الأمانة نجد بأن كل حياتك الآن هي أمانة يعني عملك أنت مسؤول عنه وتحاسب عليه وقتك أنت مسؤول عنه أولادك أماني منصبك اللي أنت موجود فيه أمانة الجاه الذي تملكه أمانة إذا شو صفه عندك؟ إذا كان المطعم والمأكل والملبس والمشرب كلها أمانة في أمانة عشان هيك الأمانة ثقيلة إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا هذه الصورة متعددة الأمانة تعطينا بالعكس بتخلي الإنسان يعيش بشعور بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى تجد بهذا الشكل إذا أمنا بأن حياتنا أمانة روحك أمانة جسدك اللي الله أعطاك إياه أمانة عشان ليك لا يجوز إلك بأنك الآن تحفر وشم على سبيل المثال أو تغير خلقتك على سبيل المثال ليش؟ أن الجسد هو أمانة من رب العالمين أعطاك إياها المطلوب بأنك إيش؟ تحافظ على هذه الأمانة ما بيطلع لك إيش تحكي أنا بدي أقطع إيدي مثلا أو أنا بدي بدي بيع كلتي مثلا لا يجوز هذا الأمر لكن تبرع تبرع ولكن لا يجوز ليش لا يجوز بأن تضر نفسك كمان تقول حر أنا بدي أدخن أو بدي أشرب أرقيلي مثلا حر أنا ما حديله عندي لا لا يجوز لك ذلك لأنه جسدك أنت أصلا أنت أصلا هذا الجسد أمانة روحك أمانة أيضا لما يكون في جفوة بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذه مشكلة مصيبة إذن إذا كان جسدك أمانة ومالك أمانة وأولادك وعيالك ونفقاتك ومصاريفك كل حدك أمانة في أمانة إذن الإنسان يختم على ما مات عليه إذن الإنسان في هذه الحياة عندما يصل فيه إلى مرحلة بأن يستشعر هذا الأمر سوف يتق الله سبحانه وتعالى ويستشعر بمعية الله ويستشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو الغالب ويستشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو على كل شيء قدير لذلك الإنسان مؤمن نفسه أوقفت لله هيك المؤمن سبحان الله نفسه راضي بقضاء الله لأنه عارف هو مش في أقدار الله لأجل ذلك ويدافع بالحق للحق لأجل ذلك الإنسان يعيش في هذه الحياة بكل اطمئنان وبكل هدوء لو إنه قبضة روحه في أي ساعة هو مستعد لأنه هو حاليا في دار الابتلاء في الحياة الدنيا معرض الابتلاءات جميعا وهو في دار المؤمر لا في دار القرار والاستقرار هذا الإنسان المؤمن سبحان الله عندما يحيى ويعلم بأنه أمان سوف يتق الله في الصغيرة والكبيرة بيحكي ما مستحيل يحكي مش مشكلة بدي أمشيها قرار معين إيش مشكلة ما حدش بتطلع علي بدي يمشي يعني بيظل قلبه يذكره هذا اللي هو واعظ الله في قلبي كل مريء مؤمن بيظل يذكره بكل شيء يا كرام عشان هيك المسلم سبحان الله عندما يحيى بهذه الروح الإيجابية إذا وضع في أي مكان أبدع وأنجز لو صار رئيس بلدية لندن لو صار رئيس وزراء في دولة معينة في أي مكان إذا وضع ينجز هذا الإنسان ليش؟ لأنه يتحمل الأمانة لذلك عمر بن الخطاب لما قال لمجموعة من الصحابة كل شخص منكم يتمنى تمنى أحدهم إنه يكون له ملء الغرفة ذهب من فقه في سبيل الله تمنى أحدهم آخر وتمنى وتمنى أما عمر الخطاب قال فإني أتمنى ملء هذه الغرفة رجالا أمثال أبي عبيدة عامر بن جراح وربع بن عامر وهادوا للصحابة الرجال الأقوياء العظماء فأستخدمهم في سبيل الله لأجل ذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة جلد الفاجر تلاقي إنسان فاسق فاجر بس بيشتغل شغله على أصوله أما الإنسان الثقة اللي أنت وثقان فيه عنده عجز وعنده كسل وعنده افتقار للدافعية مستوى تحمل الأمان عنده قليلا الله يعيدنا وإياكم من هؤلاء الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة إبراهيم عليه السلام كان لديه زوجة جميلة ألا وهي أمنا سارة عليه السلام وفي يوم من الأيام سافر إبراهيم عليه السلام إلى أرض مصر فإذا بملك فاجر متكبر جبار يحكم تلك البلاد إبراهيم عليه السلام قال لزوجتي وأخبرها بأنه إحنا قادمنا على هذا الملك الجبار فإذا سألك عني من معك إذا رحنا وصدفنا ولقينا ذلك الملك وسألك عني فأخبري بأنك أختي وقصد إبراهيم بأن أخته في الإسلام لماذا؟ لأن هذا ملك جبار يخاف من جمال أمنا سارة أن يقوم بقتل إبراهيم وأن يتزوج سارة وأن يأخذها لنفسه وبالفعل وصل إبراهيم عليه السلام مع زوجته مع أمنا سارة إلى مكان ذلك الملك والناس رأوا أمنا سارة ثم بعد ما رأوها أوصل الخبر للملك بأن هناك امرأة جميلة لم يرى بجمالها قط ولا تصلح إلا لرجل مثلك وحدث الذي توقعه إبراهيم عليه السلام وأمر أن تحضر تلك المرأة إلى ذلك الملك والجبار عندما أتى الآتي وأتى الرسول إلى تلك المرأة لكي ينديها هرع إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة ليصلي وانطلق الزوجته مع ذلك الرسول كي تقابل ذلك الملك عندما دخلوا على ذلك الملك ورأى تلك المرأة ورأى جمال سارة عليه السلام أراد أن يقدم إليها فقام الملك وأراد أن يلمسها فقبضت يده قبضة شديدة زي انشلت إيده استغرب فقال لسارة يعني ادعي الله سبحانه وتعالى ادعي الله أن ينجيني مما أنا فيه ولا ألمسك فقالت اللهم فك عنه ما هو فيه ثم رجعت يده طبيعية سليمة فأراد أن يمد يده مرة أخرى مرة ثانية فقبضت يده قبضة ثانية فطلبنا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرجع يده كما كانت وأن لا يمسها فقال فدعت الله سبحانه وتعالى ثم قام المرة الثالثة كي يمد يده عليها فقبضت يده قبضة شديدة أشد من المرتين السابقات ثم قال إنك شيطانة يعني مين هذه الدخلتها عليها خلص ادعوا الله سبحانه وتعالى إنه ينجيني مما أنا فيه فدعت الله سبحانه وتعالى أن ينجي فرجعت يده طبيعية في المرة الثالثة ثم خرجت من عنده وقال ما أدخلتم علي بشر إنما شيطان ثم أمر لها بخادمة كي تخدمها ألا وهي أمنا هاجر ورجعت إلى إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام عندما رآها طبعا ذلك ما تسألها من معك قالت أخي عندما رجعت إلى إبراهيم سألها ما الذي حصل معك أخبرته بالحدث وأخبرته بالقصة وفوق هذا وذلك أعطيت خادمة لتكون معها ألا وهي أمنا هاجر عليه السلام يقول أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ما السماء لذلك أيها الكرام سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى تكون موجودة دائما وأبدا حكمة الله سبحانه وتعالى وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره موجود ولكن هل نأخذ بالأسباب؟ هل نأخذ بمعنى الكريمة أن الإنسان يسعى أن يوضض العلاقة بينه وبين الله متى نصق إلى مرتبة أن تكون أنت شخص مستجاب الدعاء مرتبة عالية طيب حتى يحسن الله سبحانه وتعالى ما بينه وبين الناس لو رب العالمين أصبح يحبك الآن يحبك الآن فكل ما تطلب وتمنى هو لك كل ما تريد من الله سبحانه وتعالى هو لك تسأل الله سبحانه وتعالى للجنة يعطيك إياها تستعيد به من النار فيعيدك من النار تسأل الله سبحانه وتعالى أداة البال أن يوسع لك بالرزق تسأل الله سبحانه وتعالى الذرية الصالحة فيعطيك لأنه يحبك قد يبتليك لأنه يحبك ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى واضحة في هذا الأمر لذلك كرمات الصالحين وكرمات المتقين واضحة ومعلومة لا يستطيع إنسان أن ينكرها أنت الآن سبحان الله تشعر بأن رب العالمين أكرمك في امتحام الامتحانات أنت بتوقع نفسك ترسف فيه أو تدخل فيه موقف صعب جدا بتحكي أنت بعظمة لسانك وتقول والله ما نجاني أحد إلى الله سبحانه وتعالى نعم نجك لأنه يحبك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة كمان حكمة من الله سبحانه وتعالى حكمة وراءها سبب إما للاتعاظ هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إليك إما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى إليك لذلك الموت لا يخطئك الموت لا يخطئك الموت يصيبك ولكل أجر كتاب فإذا جاء أجرهم لا يستخلون ساعة ولا يستقدمون لكل شيء أجل لذلك الإنسان سبحان الله إذا ما يعيش مثل هذه النفسية ومثل هذا الوضع يعلم بأن الله سبحانه وتعالى المطلع عليه كم إحنا مررنا بظروف صعبة أنا وإنت والثالث والرابع كل من يسمعنا الآن ولكن من ينجيك منها؟ والله سبحانه وتعالى ذلك الإنسان دائما يلتج إلى الحبل الشديد إلى الركن الوثيق إلى الله سبحانه وتعالى فينجيه مما أصابوا من هم من غم حتى يرجو حتى الدعاء الهم موجود عندنا في ديننا الإسلامي دعاء الغم موجود كشف الكربات موجود دعاء المضطر أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون لذلك سبحانه وتعالى الإنسان إذا أراد أن يعيش بهذه الحياة قريبا من الله سبحانه وتعالى إذن أبذر السبب الآن أبذر السبب تعصى الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع ولو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيعه ذلك سبحان الله إذا أردت القربة من الله سبحانه وتعالى فابدل السبب وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إذا نحبك الله سبحانه وتعالى كلما تقربت إليه بالنافلة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين واضح المسألة يحب التائبين يحب المتطهرين يحب المحسنين لا يحب المتكبرين هذه هي العلاقة سبحان الله إنما يصل الإنسان فيها إلى هذه المرتبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذلك المؤمن يعيش في هذه الحياة وهو سعيد يعيش في هذه الحياة وهو مطمئن يعيش في هذه الحياة ويعلم بأنه علي أن يأخذ السبب قلبه راض بالله سبحانه وتعالى ويأخذ بالأسباب يمنتا ويسرى عشان هيك مش خطأ أنك تخطط لحياتك ومش خطأ بأنك أنت تركز عن نقاط قوتك مش خطأ أنك أنت تبتل عن نقاط ضعفك أو تحول أن تطور نفسك في مواطن الضعف حتى بمعنى الكلمة تحصل على أعلى المراتب وتحصل أعلى المراتب بإذن الله تعالى هذا هو المطلوب وبركات السماء ورحمة الله سبحانه وتعالى قريبة قريبة ملائكة بدر موجودة ملائكة السماء موجودة توفيق الله سبحانه وتعالى موجود ولكن لمن تنزل تلك الملائكة لمن يستحق النصر من ينجي الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ربنا ننجي الذين اتقوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحان الله هذه العلاقة ذلك من الناس اللي رب العمين طبع على قلبه من هو من اتخذ إلهه هو هواه ألا تسمع قول الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد عذو الله من الشيطان الرجيم أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةِ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ مَنْ يَهْدِيهِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ذلك سبحان الله الهداية والتوفيق والنصرة تطلب من الله سبحانه وتعالى صلى الله عز وجل أن يعطينا وإياكم هذه الدرجة وهذه المرتبة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا الله العظيم الحليم سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما هو خالق سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام اللهم رب السماوات السمع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنواة ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شر كل شيء إن أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء اخضعنا الدين وأغننا من الفقر اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبط ولا هادي لمن أضلت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعت ولا مباعد لما قربت اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إنا نعود بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيئ الأسقام يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة